نشر المعلومات الخاطئة والمزيفة حول فيروس كورونا مؤخرا عبر المواقع الاجتماعية كان له الأثر السلبي على الجانب النفسي للمرضى وحتى على الأصحاء الأمر الذي دفع مديرية الصحة لولاية بسكرا لتخصيص طاقم من الأخصائيين النفسانيين لمرافقة المرضى في المستشفيات والتهدئة من روعهم كان الهدف منه هو أعطاهم بعض المعلومات فيما يخص التكفل وبعض الحالات التي تكون في الضمان تحوم في المجال تحوم وهذا حتى نفادع كل ما هو معلومات خاطئة معلومة أن صغار السن معصومون من كورونا وأنها لا تلحق بهم أي أذن كانت أيضا معلومة مغلوطة أين أثبتت النتائج مؤخرا أنها تفتك بالجميع ما يقول حساب أن الناس الكبار هي الليتموت أكثر من الأخراف للمقارضة أو الإحصائت اللي أخر يتمكن أن الانسان المريد الأقار مملك أعطا المقارضة ومن المسشفين لبيتنام أن تثم أن الكثير من هذا النتائج ويبقى الحل الأمثل لاتقاء شر فيروس كورونا هو المكوت في المنازل والابتعاد عن الفلسفة الزائدة والتي قد تودي بحياة الأبرياء